من رامالله معنا الكاتب الصحفي خلدون البرغوثي أهلا بك معنا سيد خلدون تصريحات إسرائيلية تشير على أن اقتحام غزة بريا ربما يكون خلال هذه الليلة أو خلال الساعات المقبلة ما المعلومات المتوافرة؟ حسب البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي الجيش الاحترال الإسرائيلي التي اكتملت الاستعدادات للبدء ربما بمرحلة القصف الجو العنيف الذي سيستهدف كما يبدو شمال قطاع غزة الذي طلب الاحتلال من المواطنين الفلسطينيين إخلاءه تمهيدا للمراحل المقبلة ومنها مرحلة الدخول البرية أو المعركة البرية ليس واضحا من صيغة البيان إن كانت المرحلة البرية ستبتدئ الليلة أم ستسبقها مرحلة القصف البر الجوي والبحري كما قال البيان لكن يمكن فهم ذلك على كافة الاتجاهات سواء بدأوا بعملية القصف العنيف كما قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال فإن كل الأمور تشير إلى أن الأمور ذهب باتجاه التصاعد والآن أتلقى رسائل تشير إلى إطلاق زخات من الصواريخ باتجاه حتى باتجاه تل أبيب نعم يعني الصواريخ ما تزال تطلق من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رغم القصف الجوي غير المسبوق على القطاع طيب دعني أسألك عن مصير سكان شمال القطاع أرقام تشير إلى حوالي نزوح حوالي نصف مليون غزي من سكان شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب في مشهد أعاد إلى الأذهان صورة التغريبة الفلسطينية نزوح يعني بما بأي شيء تيسر فبالتالي دعني أسألك كذلك عما يحصل بالنسبة لحركة النزوح كذلك ما الذي تم رصده يعني لم تكن من الواضح أنها لم تكن حركة نزوح شاملة الحديث عن تحرك مليون شخص في هذه المساحة وفي ظل القصف والعشوائي الإسرائيلي هناك مستشفيات لم يكن ممكن إخلاءها لأن الحياة المرضى فيها مهددة هناك من هم في حالة غيبوبة كيف سيتم نقلهم هناك من تحريكهم قد يؤدي إلى وفاتهم الأمر شبه مستحيل وللمقارنة مستوطنة سديروت التي يفترض أن يتم إخلاؤها من المستوطنين فيها 35 ألف مستوطن عملية الاستعداد لإخلائهم بدأت يوم الخميس وقد تستمر حتى إلى ما بعد الأحد ونحن نتحدث عن إسرائيل بقدراتها وإمكانياتها وتنظيمها وما يحتاجه المستوطنون إذا كان إخلاء 35 ألف مستوطن هذا عددها ربما معظمهم تركوها وبقي بضعة آلاف لكن إذا احتاجوا عدة أيام لإخلائها كيف يطالبون مليون ومتين ألف فلسطيني بإخلاء شمال الضفة بشمال قطاع غزة عفوا بهذه السرعة في ظل أجواء حرب نعم شمال قطاع غزة في ظل أجواء الحرب والقصف العشوائي أستاذ خلدون أنتم تعرفون تركيبة قطاع غزة بشكل جيد نعم كما ذكرت أن سكان قطاع غزة في مجملهم مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني يسكنون في قطاع غزة الحديث عن سكان شمال القطاع الآن ينزحون باتجاه الجنوب هل تعتقد أن هذه الأعداد يمكن أن تبقى نازحة داخل القطاع أم لا في مرحلة قادمة أكيد عليهم أن يغادروا باتجاه الأراضي المصرية ما أخشى أن إسرائيل تسعى أولا إلى استهداف شمال قطاع غزة بترحيل سكانه وبشن العملية العسكرية وبعد أن تنتهي منها إن تمكنت من الانتهاء منها ولم تجابه بمفاجآت لم تكن تحسب حسابها وقد تعرقل تقدمها وقد تؤدي إلى إنهاء العملية العسكرية فإنها ستذهب إلى المرحلة الثانية لو أنه السيطرة على شمال قطاع غزة ماذا بشأن قادة حماس والمقاومين الذين تقول إسرائيل أنها ستستهدفهم وستقضي عليهم في وسط وجنوب القطاع ستأتي المرحلة الثانية باستهداف الوسط وبترحيل سكانه ومن رحل إليه من شمال غزة إلى الثلث الجنوبي وبالتالي سيأتي دور الثلث الجنوبي سيجد الفلسطينيون أنفسهم محشورين إما أن يدخلوا الحدود التي تعيدهم إلى الأراضي التي احتلت عام 48 أو إلى البحر أو أن يعبروا إلى سيناء والخيارات هذه شبه مستحيلة في ظل الواقع الحالي لذلك هذا ما يخشى أن تكون إسرائيل تخطط إلى تطهير قطاع غزة من سكانه واليوم نتنياهو عندما التقى جنود في الجبهة قال لن يصبح اسم المنطقة غلاف غزة بل سيصبح اسمها حزام الانبعاث الجديد أو قطاع الانبعاث الجديد هنا علامات استفهام على ما قصده نتنياهو بعض وزراء يدعون إلى إعادة الاستيطان في القطاع بعد هذه العملية نعم ولكن سيد خالدون الجانب المصري يرفض تماما ويرفض جملة وتفصيلا توطين الفلسطينيين في سيناء الفلسطينيون ذاقوا معنى التهجير هناك 950 ألف فلسطيني هجروا عام 1948 اليوم صاروا 6 ملايين لاجئ في المخيمات في لبنان وسوريا والأردن وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة بالمناسبة قطاع غزة معظم سكانه من اللاجئين لن تتكرر هذه التجربة مرة ثانية الفلسطيني مل من هذا الوضع مل من الاحتلال وربما كما شهدت بعض المسيرات في قطاع غزة يفضلون الموت في قطاع غزة على أن يخرجوا منه مرة أو يخوضوا تجربة التهجير مرة ثانية يعني الاحتلال لا يقلق هو يريد أن تحقيق أهدافه بالسيطرة التامة على فلسطين من بحرها لنهرها ولعل الخريطة التي رفعها بن يمين نتنياه من منصة الأمم المتحدة التي لا تظهر لا ضفة ولا غزة تؤكد هذا التوجه طيب ولكن هل ينجح في إرساء هذا النموذج سيد خالدون في ظل هذا الرفض العربي والرفض المصري يعني الجانب المصري هو طرف مباشر في هذه القضية يعني هناك عدة عوامل ما يحدث على الأرض في قطاع غزة هل ستتمكن القوات جيش الاحتلال من الدخول وتحقيق أهدافها أم أنها ستفاجأ بما قد يمنع الاستمرار في العملية هذه النقطة قبل عشر سنوات في محاولة الدخول إلى الشجاعية فوجئوا بعمليات استهدفت ناقلات الجنود فقتل جنود وأسر آخرون ربما أسروا أحياء أو جثث وهذا أدى إلى عرقلة هذه العملية لذلك صار شبه قرار حتى إلى ما قبل أسبوع كان شبه قرار بأن العملية العسكرية البرية في غزة ممنوع الآن تغير الوضع بعد يوم السبت الماضي وهم يذهبون بهذا الاتجاه ما الذي سيحدث ميدانيا على الأرض هو الذي سيحدد اتجاه العملية من ناحية الناحية الثانية هي الجبهات الأخرى التصعيد على الجبهة الشمالية اليوم كان على أكثر منه وقبل قليل أعلن عن مقتل عنصر من حزب الله الأمور قد تذهب باتجاه تصعيد حتى بوجود السفن الحربية الأمريكية التقديرات الإسرائيلية بأنهم قد يعملون على اعتراض صواريخ لكن لن تدخل الولايات المتحدة مباشرة هذه تقديرات في النهاية وتقديرات إسرائيلية كل شيء جاهز لكن إن فتاح أخر من جبهة وتصاعد الضغط الدولي وتغير المزاج الدولي صحيح ولكن مدامك ذكرت عن الدعم الأمريكي نحن بحالة ترقب لبدء الاجتياح البري لقطاع غزة أي دور أمريكي في هذا الاجتياح التي قالت إنها تدعم إسرائيل بالأسلحة ولن تشارك قتاليا ولكن ماذا نعرف عن الدور الأمريكي ودور هذه الأسلحة الأمريكية ونوعها في الاجتياح البري المرتقب لقطاع غزة يعني أولا ونبدأ بالقبة الحديدية هي منظومة أسستها وصنعتها إسرائيل بدعم أمريكي وبتمويل أمريكي فهي مشروع مشترك وهذه تستنفد الكثير من الصواريخ في عملية التصدي لما يطلق من قطاع غزة لذلك إسرائيل بحاجة دائما ولعل أسباب إنهاء حرب عام 2014 بعد 51 يوما هو لنفاذ معظم صواريخ القبة الحديدية بمعنى أن إسرائيل لن تبقى محمية بهذه القبة إذا استمرت الحرب وهذا ربما دفع نتنياهو إلى الطلب من الإدارة الأمريكية بأنهاء الحرب في تلك الفترة الآن إسرائيل تحصل على كل ما تحتاجه للاستمرار في هذه الحرب الغطاء الأمريكي السياسي والعسكري متوفر والحضور العسكري الأمريكي ليقول لإسرائيل استمروا في خطتكم استهدفوا قطاع غزة وأي تدخل خارج نحن قدمنا لكي نردعوا إذن هي عمليا شريكة في هذه الحرب بالفعل وبالدعم العسكري والسياسي والديبلوماسي أشكرك شكرا جزيلا خلدون البرغوثي الكاتب الصحفي الفلسطيني كنتم معنا مباشرة من رامالله ترجمة نانسي قنقر